فإذن إيه اللي بدك تشاركه من خلال هذا المبدأ التالت؟ المبدأ التالت إنه الكتاب المقدس ما فيهوش تناقض ولو فيه شيء أنا مش فهمه قد يبان تناقض سطحي ظاهري لأ أنا عندي مسؤولين أدرس بنسميها الشبهات الشبهات وكله مردود عليها على فترة ما فيش حاجة جديدة يعني أنا عارف كله مردود عليه بس واحدة من المهمة يا خيزة إنه المبادئ دي مش ماشية كل واحد لوحده هذه المبادئ منسوجة معا وهي دي اللي بتتمثل البلاتفورم اللي أنا إزاي أدرس كلمة الله وهنا طبعاً تيجي الشخص المغرض من خلال الخداع والرياء والكبرياء والهدف يعني مش الهدف إنه يبحث عشان يخلص الهدف إنه يدافع ويهاجم حتى يحمي نفسه وانت عارف يا أخ أمال في الخدمة في الشرق الأوسط شمال أفريقيا وهذا شيء ليس مخفي عدداً بيقتبسوا مثلاً آية ناقصة اللي بتتكلم عن إنسانية يسوع ونحن نؤمن إنه المسيح هو إنسان كامل بكل معنى الكلمة طب شمعنى أنت اقتبست هذا الآية وعلى طول الآية اللي بعدها مثلاً ما اقتبستاش مثلاً يعني بتكلم مع واحد قال لها شوف مكتوب في يوحنى 17 آية 3 شو مكتوب وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع الذي أرسل طيب إنه يسوع رسول مرسل من عند الإله الحقيقي طب إنت ليه ما أريدش الآية اللي بعدها آية 4 وآية 5 مجدني بالمجد الذي كان ليه عندك قبل كون العالم شو معنى؟ أو بيجي في يوحنى بقولك وأنا إنسان قد كلمكم بالحق تليه عم تعمل إله ما بقول عن نفسه وأنا إنسان طب وفي نفس الإصحاح بقول قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن شو معنى اقتبست هذه وما اقتبستش الآية مشكلة الحاجات دي يا خنزر الأسف حبيبنا في كل مكان بيسمعوا بيكون زي الاستوانة المشروخة بيكرروا كلام بدون فكر بدون تمحيص بدون دراسة ما يعرفوش بس سمعوا واحد من القيادات القيادات بتوعهم بيهاجم كلمة الله فهو بياخد هذا ويستخدمه كسلحة كوبين بيست بالضبط كوبين بيست من غير ما يفكر وده البوتوم لاين بتاعه إلى هذا الظهر أعمى أزهان غير المؤمنين اشتركوا في القناة